اليوم ان شاء الله سوف تنفخي الى ذلك الحنيكات الوجه وجه ديالك ان شاء الله سوف يغلط لا سوف يبقى ضعيف اللي شافك يقولك مالك اختيش واكلة وكلة ما عارتش نو مالك اختي ضعيفة في حلقة لا سوف يبقى يتحرجي من هاد السؤال هذا واخل الاساس من هاد الشي كله هو بنادمي يقف راسه وما يدهش في حضرات الناس ولكن ما كان بس نغيره فراسنا ونحسنه من راسنا هاد الوصفه هادي خطيره بزاف زوينه زوينه بزاف لنسلي عندهم الوجه ضعيف وباغين يغلضوا الوجه في الفيديوهات السابقين في القناة كنهضر لكم بزاف الا ان الوجه اللي بغيتوه يغلط خذكم مصاج كله لها كبزيوس ديروا حركة دائرية باش يغلط هاد القضية هادي زوينه بزاف ولكن هاد الفيديو غدي يزيد لكم حاجه اخرى لما عمركم شفتوها في شي فيديو نظرا بزاف الفيديوهات كانين في اليوتيوب أجل هكا جيل كيفاش تسمينو لوجه هذا الفيديو ما عملكم غدي تلقوه في حالو في اليوتيوب قليكم معايا تلخط لفيديو باش تعرفو كونش بليد ما تفوتو تاشدقيقة في هاد الفيديو بالنسبة لطريقة صحيحة اللي غدي تديروا باش أنكم تسمنوا بها الوجه ديالكم تغلطوا بها الوجه ديالكم هاد الفيديو هادي غدي تنقاسم جوجيل لبارتي هاد البرتي اللي وله فيه هاد نعطيكم الوصفه سوف تضعوا على الوجه والفترة الثانية التي ستكون الأخرى في هذا الفيديو سوف نعطيكم ماذا ستأكلوا الحويج ويغلطوا لكم نبدأ بدا باب أول حاجة الخلطة سوف تجيبوا خمسة درهم الحلبة بلدية مطحونة سوف تجيبوها عند العطار سوف تتغلط الوجه سوف تتغلط الوجه والقدات سوف نأتي الحلبة سوف تجيبك الحلبة سوف تغلط الوجه سوف تتطبق الحلبة سوف تضع المطحونة سوف تحينها لجنبا Today سوف تتغلط تتغلط هذا المسك والمسك الطبيعي سوف اتخذ معلقة الحلبة مطحونة معلقة كبيرة سوف اتخذ معلقة كبيرة سوف اتخذ معلقة كبيرة العسل سوف يتخذ معلقة كبيرة معلقة كبيرة نجد معلقة كبيرة اضع الخلطة على الوجه تقريبا اضعها بين 15 دقيقة و 20 دقيقة هذا هو الوقت اللي ستجعلوا الوصفة لكم و ستغسلوا الوجه الناس اللي خدامين مو عندهم مش الوقت بززاف هذه الوصفة هذي تقدروا تديروها غير جوش المرات في الأسبوع مثلا السبت والحد اللي ما كتكونوش مثلا خدامين فيهم ديروهم أيامات الويكند والناس اللي المسائلين راه يقدروا يديروها يوميا و ستلاحظوا الفرق والله تتلاحظوا الفرق على الناس هذي من الجيهة هذا هو الماسك اللي غنطيكم بالنسبة ل شنو غادي نشربو لبنات فهاد الفترة اللي بغيتوا تنفخوا الوجه ديالكم بعدو من اعتاي خوضوا بلاستاتي الحليب غادي تشربو الحليب بدون سكر لا تشربو الحليب بالسكر خدوا حليب هكا كباردين ما شربوه أو الناس اللي لا تشربوه مثل البارد يقدروا يدفيه و يشربوه لا تديروش فيه السكر لا تشربوه بالسكر باستمر حلوه باستمر واحد معلقة صغيرة باستمر و شربوه مواما نهار كامل شربو الحليب بدك لوقي ثلاثة شربوه مثل الصباح و الكاشكروت اتخذوه واخدوه الحليب فهمتو؟ و انا اعطيكم هذا هو سيرلي زوين خطير 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 بزاف واحد الأكلة ولا واحد واحد النوع من المكسرات تضيروه في الجيب ديالكم انت غدال الكوزينة انت خارجة انت غدال الله يجعلك فيما كنت تخذ منه و التاكلي هذا ينفخ لوجه باست شكل خيالي لكا جو اكا جو اتخذوه و احلي كيمية منه تخليوها في ديوركم كل شوية تديري شوية في الجيبي جامسك خارجة ديريه في الصاكك المهم فبما مشيتي كتبقى التاكلي فيه وقسمه مثلا بغيتي هكا راشقلي كتاكلي فيه لكا جو البنات اكا جو ارا خطير بزاف والله تانت اللي عندهم تجاعد ارا غادي 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 يلاحظوا الوجاه ديالهم تجبد وما بقوش ديك تجاعد في الوجاه ديالهم من كثرة من الجوه ما غادي تنفخ صافي اراه الوجاه مليسي تنفخ هل ما تبقوش ديك تجاعد ديال اللي بتيسامة ما كيبقوش عدنا صافي حتي كيبان و لحناك مثل ما يتبقش الوجاه ديالك ضعيف وكيبان وكيبان ما عارس شارف وشاحب وحالتك حاله اي مثلا انا تقدري تكون عندك غير عشرين عام تزباني في حال المعارس ايش حال عندك فهمتها غير بديك الضعف يديال الوجاه اراحقش بزاف الناس ارا ما تيجيش معاهم الوجاه ضعيف قليل فينك تلقى الناس اللي تيجي معاهم وجاه ضعيف اغلبية تيجي معاهم الوجاه يكون عامر وكيواتي صبح الله العظيم كيني بزاف الناس هكا مهم الناس اللي تعانوا من هاد من هاد المشكلة هادة ديال الوجاه ضعيف ديروا فقط هادش ارجعوا عندي واحد مدة شهر تبعوه ارجعوا عندي ارجعوا عندي لا معطتكمش الوصفة النتيجة تبوه في تعالق كي ما بغيتو والله العظيم حت هاد الوصفة هادة صراحة افكاش وزوينة بزاف ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تجيب معاكم النتيجة بالخصوص ناتي لعدهم وجاه ضعيف وما تبخليش عليها باللايكات ديالكم وخليلكم صحتكم اللي شافت لها فيديو وعجباتها ديالياللايك وصفت هالشي صعب 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 ووجهها ضعيف وعيات من الوصفات وخلت ما قلت مسكينها ما دارس ودك الجوال وما بغاش يتنفخ شوفوا صفتوليها هالفيديو وتدخل تصنط لهم زيان وتمعنفهم زيان ان شاء الله يكون خير والله يسهل على كل واحدة بدك شي اللي يبغاسها والله يجعلكم ان شاء الله كلكم جميلات ومشوكوا ان شاء الله في الفيديو الجاية تهلاوليك رأسكم زر زر سلام عليكم